وينضم إلينا من واشنطن إيهاب عباس المحلل السياسي سيد إيهاب برأيك إلى أين تنضي هذه الأزمة ما بين بريطانيا وإيران وهل تتدخل دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأزمة أهلا بحضرتك وبكل المشاهدين طبعا هذه الأزمة تتصاعد في الواقع يعني إذا نظرنا إلى الرسم البياني للأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وها هي بريطانيا تدخل على الخط الآن ميدنيا أعتقد أنها الأزمة تتصاعد وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقف بجانب بريطانيا وتعدد من موقفها كذلك الدول الخليجية لأن الموقف الإيراني هنا هو الموقف المعتدي هي الدولة التي تعتدي على سلامة وأمن الملاحة في الخليج العربي وتقوم بمحاصرة والاستيلاء على السفن التي تعبر من المفترض في آمان في خط ملاحي ومثلوا خمسة التجارة العالمية المتعلقة بنقل الطاقة المسيلة أو الغاز الطبيعي كالنفط وإلى آخره كل هذه الأمور في الواقع من شأنها أن تزيد الأزمة وتعدد من الموقف الأمريكي المطالب بمحاصرة إيران اقتصاديا لكن إيران بهذه التصرفات هي تحاول أن تخلق أزمات جديدة مع جهات أخرى متعددة وكما نشاهد كما تفعل ذلك الآن مع بريطانيا برغم من أن بريطانيا تحاول أن تضبط نفسها وانفعالاتها السياسية والديبلوماسية وتحاول أن تبقي على الحل الديبلوماسي بدلا من اللجوء إلى القوة في هذه الحالة طيب يعني يمكن أيضا الاحتكام إلى قوة القانون الدولي بريطانيا حينما تتحدث عن أن لديها صور تثبت أن النقلة كانت في مياه عمانية وأن القوات الإيرانية هي من أو قوات الحرس الثوري الإيرانية من اعترضتها هل يمكن الاحتكام بهذه الصور إلى محاكم أو إلى جهات دولية؟ بالتأكيد إذا ما استطعت بريطانيا أن تثبت عن طريق أجهزة التعقب يعني كالجي بي اس أو عن طريق الرسومات والإحداثيات التي تقدم عن تحركات السفن خاصة السفن التابعة لها في هذه المنطقة وتظهر للجميع أنه تم الاستلاء على هذه السفينة في منطقة المياه الإقليمية العمانية بالتالي الموقف البريطاني على المستوى القانوني الدولي سيكون هو الأقوى ونلجأ إلى المحاكم لكن أعتقد أن الموضوع ليس فقط مسألة محاكم لأن المحاكم في النهاية سيطول أمد المحاكمات وكل طرف يقدم ما لديه من أدلة إلى آخره ونعلم جميعا مدى التلاعب الذي من الممكن أن يقوم به النظام الإيراني في مثل هذه الحالات ويؤجل ويعني يجعل الموضوع ربما يحل في سنوات وسنوات وهذا ما يربو إليه النظام الإيراني أن تتحول هذه الأمور إلى مشكلات سياسية وديبلوماسية هل كل ما ترمي إليه إيران هو أن يتم حل مشكلة المماثلة على الجانب الآخر وهي مشكلة الناقلة في جبل طارق أم أنها تحاول أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية هل الأبعاد بخلق جبهات أخرى معادية خافية على إيران؟ لا ليست خافية على إيران ولكن إيران نظام عودنا أن يتعامل بغطرصة وعنجهية مع كل الاتجاهات التي من الممكن أن يدخل معها في سراعات ومدى الفترة التي جلست فيها إيران لوحدها منبوذة من العالم أجمع عندما اتهمت ومارست الإرهاب وتدخلت في شؤون الجوار إلى آخره وتطوير الأسلحة النووية كل هذه الأمور وفرض العقوبات عليها من قبل يعني جعلها نوعا ما تتصرف بغطرصة وعنجهية زائدة عن الحد وهم يعتقدون أنهم الآن يمارسون نوعا من الضغط الميداني أو من الممكن قوض ضغط نوعا ما عسكريا عندما تقوم بتهديد سفينة مسالمة مدنية وتستولى عليها بصورة عسكرية هذا أنا أعتبره يعني يأتي في إطار التهديدات العسكرية التي تقدم ضد الدول الأخرى فإيران تدرك ماذا تفعل وهي تحاول أن تشعل من جهتها عمليات عسكرية في المنطقة ثم بعد ذلك تتنصر منها وتقول أن هذا هو بسبب الشيطان الأكبر أمريكا إلى آخره لكن الجميع يرى ويشاهد ما الذي يفعله النظام الملالي في تهران في الواقع من محاولات تأجيج الصراع إذن من واشنطن إيهاب عباس المحلل السياسي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر